مرحبا عزيزي المتابعي في قناة بلين بيعين عربية وردني سؤال من إحدى المتابعات كيف راح أضيف فلاتر أو عدسات على أي فيديو آنم صورته في السناب شات حبيت عملكم هذا الفيديو لكن قبلها أتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو أنه يشترك بالقناة ويفعل الجرس ولا ميزة موجودة في السناب شات لكن كثير ما يعرفوها للأسف كثير ميزات موجودة لكن أكيد ما كل شي واحد يعرف فأي واحد حابب أنه يضيف ميزة أو شي راح يكتب لي بالرسائل أو يدخل على السناب مالتي يرسل لي أي شي وآني ممكن أنه أنشرع لكم هذه الميزة موجودة كيف راح نفعلها في البداية راح ندخل على السناب راح نفعل ميزة إضافة فلاتر أو عدسات إلى فيديو في السناب راح ندخل على السناب وهذا حساب اللي حابب يرسني كاجا يلدي 1 2 3 5 2 5 بعدها روح على الكاميرا راح تشاهدونا بالكاميرا أنه فيه هنا الستوديو وهنا الستوديو لو دخلنا هنا وأخذنا أي فيديو مثل ما تشاهدون هنا ما راح تظهر عندي الميزة لو رجعنا إلى الوراء ورحنا على الستوديو هنا على الصور راح تظهر عندي هذه الصفحة تدخل على ألبوم الكاميرا وتختار الفيديو اللي انت حاب تغير الفلاتر أو العدسات مالتا فتدخل هنا بالعلى راح تظهر عندك هذه الفلاتر مثل ما تشاهدون فهنا تجربها وتختارها فمثلا اخترنا هذا وبعدها راح تعدل عليه وراح تنشره هذه الطريقة الوحيدة تقدر تنشره إلى قصتك وتقدر تنشره إلى الكل هذه الطريقة الوحيدة اللي تقدر تنشر عليها إضافة فلتر أو عدسة إلى الاسناب أتمنى يكون استفادئتوا من هذا الفيديو لا تنسون رجعا كل واحد يدخل على هذا الفيديو أتمنى إذا ما مشترك يشترك بالقناة ويفعل الجرس ولايك للفيديو ولو حابب أضيف رابط تدخل هنا وأضيف رابط شغلة كل السهلة تحياتي لكم أي سؤال أو استفسار أي مشكلة كتبوها بالرسائل أنا حاضر شكرا لكم مع ألف سلامة شكرا لكم